اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودي العمل الرصيدي بتحكم فيه صفات معينة وبالتالي ده ممكن يؤدي ايه او ينتج عنه تغير فين في هذه الصفات اللي هي موجودة فيه الكائن الحي طيب الطفرة امتى نقول ان الطفرة دي حقيقية وامتى نقول ان الطفرة دي غير حقيقية الطفرة الحقيقية هي اللي بيتم توارسها يعني مثلا القب او الام حصلت ليهم طفرة معينة الطفرة دي لو تم توارسها لابنائهم يباد دي طفرة حقيقية لم يتم توارسها لابنائهم يباد ايضا طفرة غير حقيقية زي ما احنا هنشوف بعد شوي طيب فيه بقى عندنا الطفرات جينية وفيه طفرات صبغية وفيه عندنا طفرات نافعة وطفرات ضارة وفيه عندنا طفرة مشيجية وطفرة جسمية وفيه عندنا في الآخر طفرة مستحدثة وطفرة طبيعية دي أنواع الطفارات اللي احنا هنشرحها دلوقتي بالتفصيل وزي ما قلنا برضو فيه عندها طفارات مرغوبة وطفارات ايه يا جماعة غير مرغوبة الحاجات دي هنخدهم بقى مع بعض كده واحدة واحدة بأسلوب بسيط جدا ومنتهى السهولة طيب نبدأ أول حاجة بيقى الطفارات الغير مرغوبة يعني يا جماعة طفرة غير مرغوبة يعني الإنسان ما بيحبهاش بيسبب مشاكل كتير قوي للإنسان طيب أول طفرة عندنا فيه الطفارات غير المرغوبة اللي الإنسان مش عاوزها زي مين يا جماعة التشوه الخلقي في الإنسان التشوه الخلقي ده يا جماعة يعني مثلا ممكن تلاقي واحد مولود براسين ليه راس وراس راسين يعني ممكن تلاقي واحد ليه أربع آياد ممكن تلاقي واحد ليه في الإيد مثلا ولكن سبع تمن صوابع واحد ليه رجلين تلات رجول واحد مثلا ليه في كل رجل مثلا عشر صوابع دي بيسموها يا جماعة تشوهات خلقية في الإنسان نتيجة عن طفرة في الجين اللي هو مسؤول عن الجزء ده يعني الجينات اللي هي مسؤولة عن تكوين الرأس في الإنسان أو بتحمل الحالة الورصية اللي هي بتؤدي إلى تكوين الرأس في الإنسان حصل فيها طفرة بدل ما تكون الرأس واحدة كونت رصين نعم كده؟ بدل ما تكون إيدين كونت أربعة وهكذا دي طفرة غير مرغوبة طيب الحاجة الثانية يا جماعة العكم في المحاصيل إزاي؟ واحد مثلا عنده فدان أرض بيزرعه تم كده؟ فربنا كرمه وحصل الطفرة في النبات نفسه في الجين اللي مسؤول عن إنتاج السمار في النبات وبالتالي الطفرة دي لما تمت الأرض ما طلعتش أي إنتاج نهائي لأن النبات أصيب بالعكم العكم يعني ما عادش فيه إنتاج طيب نفس الكلام برضه بعض الطفرات اللي هي بتؤدي إلى الإجهاد في الإنسان والحيوان لما يكون مثلا حامل وكده بيؤدي إلى يا جماعة الإجهاد اللي هم هناخدوا بعد كده إن شاء الله في حاجة بيسموها التضاعف الصبغة السلاسي وده يا جماعة مميت وبيؤدي إلى إجهاد الأجنة دي الطفرات الهين الغير مرغوبة عاوزين بقى نعرف دلوقتي الطفرات المرغوبة مرغوبة يعني الإنسان بيحبها عاوزها تكتر طيب أول حاجة عندنا كان فيه زمان فلاح في أمريكا الراجل ده كان عنده أغنام الأغنام دي كانت رجلها طويلة شوية والأغنام لها القدرة على القفز تعرف نط يعني فالراجل ده كان عامل صور كده للحذيقة بتاعته أو للحذيرة بتاعته فوجدت كل شوية لما يجي يلاقي الأغنام نطت من العصور الحذيقة أو كفزت ودخلت في الأراضي اللي جنب الحذيقة وتلفت المزرعة بتاعته كانت إيه النباتات اللي هو بزرحها عشان تغزى عليها طيب يوم ورا يوم ورا يوم فجأة كده لأ إن طلع جيل جديد من الأغنام رجليه مكوسة رجليه يا جماعة إيه مكوسة وليست لها القدرة على القفز يعني مش عارف ينط زي إيه الأنواع الأخرى من الأغنام وفي نفس الوقت برضه كان عنده كمية كبيرة منين من الصوف على جلده اللي هو الفرو بتاعه يعني فقال لك اللي دي إيه يا جماعة حاجة جميلة لأن المزرعة بتاعته لم تتلف وفي نفس الوقت برضه الصوف اللي عندها كان كثير قوي فقال لما يبيعه هيكسب فيه فراجل ده قال لك إيه دي طفرة مرغوبة فسماها سلالة إنكن في الأغنام سلالة إنكن فينا يا جماعة في الأغنام طيب نفس الكلام برضه من ضمن التفارات المرغوبة التفارات اللي بيستحدثها يعني بينتجها الإنسان بإرادته ودي بتأدي إلى إيه زيادة الإنتاج وتحسين النسل وكبر حجم السمار إحنا دلوقتي قدنا بنشوف لمونة قدي كده لمونة قدي كده هوت عامل زي البطيخة كان زمان أكبر لمونة كانت تبقى قدي كده دلوقتي بتأدي كده إيه اللي خلالها قدي كده يا جماعة دي التفارات المستحدثة عن طريق التجارب اللي الإنسان بيعملها فقال بتطلع لمونة كبيرة أول يعني ممكن بيسموها اللمونة العائلي تجيب لمونة للبيت كله الأول كان يجيب تقطة 4 كيلو وحتى بيكونش بيكافوا يعني طيب نيجي بقى لي منشأ التفارات بتاعتنا فيه تفارات تلقائية وفيه تفارات إيه مستحدثة تلقائية دي يا جماعة يعني بتحدث دون تدخل الإنسان حاجة طبيعية حاجة طبيعية طيب دي بتكون أو من ضمن يعني إيه باعتبارها مشكلة فيها اللي هي بتكون ضئيلة جدا يعني كل فين وفين مثلا ممكن عشرات السنين أو مئات السنين لما بتحصل إيه واحدة من هذه التفارات طيب أسبابها إيه هو أسباب التفارات التلقائية العلماء وجدوا أن أسباب التفارات التلقائية نتيجة إيه أن الكائن بيتعرض للأشعة اللي هي مين الأشعة الكونية الأشعة فوق البنفسجية وعندنا برضو المركبات الكيميائية اللي بيتعرض لها الإنسان بيتعرض لها الإنسان دي بتقدي إلى التفارة الهين اللي هي التلقائية وجدوا برضو ان الطفرة تلقائية دي لها دور فين في تطور الاحياء عندنا داروين العالم داروين قالك ايه قالك ان الزرافة في الاول رقابتها قصيرة جدا زي مثلا رقابة الخروف رقابة المعزة رقابة الغزالة حاجة صغيرة كده مع تطور اللي حصل لها مع الزمن بقت الزرافة رقابتها زي ما انتم شايفين كده بتاع 2 متر ولا 3 متر ولا حاجة طيب ايه اللي خلى الزرافة توصل لهذا وجدوا ان هي ممكن تكون سببها ايه الطفرات اللي هي الطلقائية دي مع مرور الزمن ايه اللي حصل لها اتعرضت الزرافة مثلا ليه مواد كيميائية معينة اشعة فوق بنفسجية معينة وليكن مثلا ايه اشعة كونية فحصل استطالف الرقابة بتاعتها مثلا فطولت فدي سموها يا جماعة طفرة تلقائية يعني الانسان ما كانش ليه اي تدخل فين في هذه الطفرة طيب ودي وجدوا ان هي برضو تتميز بالبطء وتطرق يعني بطيئة جدا ممكن تاخد لها الاف سنين مثلا على ما يتم تنفذها نيجي للطفرة اللي بعد كده اللي هي الطفرة المستحدثة طبعا التلقائية عكس المستحدثة التلقائية زي ما قلنا بتتم دون تدخل الانسان حاجة طبيعية المستحدثة بقى عكسها بتتم بتدخل الانسان يعني الانسان هو اللي بتدخل لاحدثها زي ما قلنا موضوع اللمون ده اللي احنا قلناه من شوية طيب يبقى الإنسان بيعمل نشاط أو بيخترع مادة كيميائية معينة المادة الكيميائية دي بيستخدمها فين في الطفرة المستحدثة من أجل تسخير النبات أو تسخير بعض الفطريات ليه زي ما نشوف بعد شوية طيب الإنسان بقى علشان يعمل طفرة مستحدثة بيستخدم حاجتيين يأما الأشعة يعني بيستخدم مواد مشعة أو أشعة معينة زي أشعة X وأشعة Gama والأشعة فوق البنفسجية يبقى بيستخدم أشعة X أو أشعة Gama أو أشعة فوق البنفسجية يبقى دي الأشعة أو بيستخدم مواد كيميائية ودي بيجي أكمل في الانتحان اللي هي مين يا جماعة غاز الخردل ومادة الكولشيسين وحامض النيتروز الخردل والكلشيسين وحامض مين يا جماعة النيتروز إذن لم يجي يقول لك مواد كيميائية تستخدم في الطفرات المستحلثة تقول لهم مين غاز الخردل والكلشيسين وحامض النيتروز او ليجي برضو يقولك في الانتحان ايه هي الاشعة اللي بتستخدم في الطفرات المستحدثة تقوله اللي عندنا اشعة اكس واشعة جامع والاشعة فوق البنفسجية طيب الانسان استخدم الحاجات دي كلها او استخدم حاجة من الحاجات دي تمام كده في موضوع الطفرة المستحدثة بيتم زي يا جماعة قدي نبيتها هو تمام كده القمة النامية اللي هي الفوق دي القمة اللي فوق ان الانسان بيجيب اي مادة من الست مواد اللي احنا قلنا عليهم من شوية دول وبيرشها فين يا جماعة على القمة النامية دي بيرشها على مين على القمة النامية فده بيقدي الى موت مين القمة النامية دي وبعد ما تموت الناسيج بقى اللي تحتها هو اللي بيبدأ ينمو صح كده فبعد ما ينمو النسيج اللي هو تحت القمة النامية ده بيكون عنده تضاعف صبه يعني لو اتنين نون اللي هو سناء المجموعة السبغية بيبه 4 لو 4 بيبه 8 لو 8 بيبه 16 طيب هو كان 2 نون وكانت اللامونة قد كده طيب بقى 4 نون يبقى الضعف بقى اللامونة كده 8 نون أكتر 16 نون يبقى كده طيب كده يا جماعة يبقى كل ما النون دي اللي هي العدد السبغي تضاعف اللي هو عدد الكروموسومات تضاعف إيه اللي بيحصل يا جماعة الحجم بيزيد الضعف الحجم بيزيد الضعف طيب بعض النباتات اللي هي ايه تمتاز بان هي سمرها كبيرة الحجم وفي نفس الوقت طعماها حلو وفي نفس الوقت خالية منين من البزور يعني مثلا لو عندنا برطقناية قد كده وفيها بزور لو عملنا فيها الطفرة المستحدثة دي واستخدمنا معها المواد الكيميائية أو الأشياء اللي احنا قلنا عليها من شوية ممكن تلاقي البرطقناية بدل ما هي كده تبقى كده تجي فتاحها من جوة لقى طعامها جميل وفي نفس الوقت برضو ما فيهاش بزور يبقى تعرف عطول دي جات منين من الطفرة المستحدثة طفرة ايه يا جماعة مستحدثة طيب هل كل الطفرات المستحدثة بتكون نافعة وجدوا لا طبعا ده هي جزء صغير فيها اللي بيكون نافع والجزء التاني بيكون ايه غير نافع الجزء الاكبر بيكون غير نافع طيب ايه الحال بقى يا جماعة الانسان بقى بياخد النافع لي وبيستخدمه ولا يستخدم الغير ايه نافع ده بيتخلص منه تم كده يا جماعة طيب اه عاوزين بقى ان اعرف اه مثالين للطفرات المستحدثة النافعة اول حاجة عندنا يا جماعة كان فيه عندنا فطر اسمه فطر البنسيليم فطر البنسيليم ده هوا العلماء ادروا يستخدموا الطفرات المستحدثة ده هي وادروا يرشوها اه او يستخدموها مع الفطر البنسيليم فده ادى الى انتاج انواع جديدة من البنسيليم اللي هو ايه فطر البنسيليم ده هو الانواع الجديدة دي اللي هي نشأة من الطفرة المستحدثة تمكنت من إنتاج أضعاف مضعفة لمادة البنسيليم اللي بينتجها من البنسيليم يعني عندنا البنسيليم هوت بيطلع من بنسيليم البنسيليم ده هو اللي هي الحقن بتاعة المضاد الحيوي المضاد الحيوي طيب البنسيليم الطبيعي الفطر الطبيعي ولا يكون مثلا كان بيطلع 100 جرام مثلا يعني 100 جرام بنسيليم طيب احنا عادينا أكتر عملوا تجارب عليه باستخدام الطفرات المسعاسة فكونوا بنسيليم جديد فطر بنسيليم جديد قدر البنسيليم ده يطلع ولا يكون مثلا ألف جرام من البنسيليم يبدأ أفضل ولا أدى الطفرة اللي هي الإنسان عملها وكانت مفيدة طب الطفرة الثانية بقى استخدمها مع المحاصيل النباتية وأشجار الفواكه قدروا يطلعوا فاكهة جديدة مثلا الفاكهة دي كان حجم الصمرة فيها كبيرة والطعم بتاعها حلو وفي نفس الوقت برضو خالية منين يا جماعة من البذور بهاس الإنسان يأكل إيه بسرعة وما يضيعش وقت طيب بعد ذلك بقى نيجي للطفرات التانية يعني كده خلاص الطفرة المستحلسة والطفرة تلكائية والطفرة المرغوبة والطفرة غير المرغوبة ندخل بقى في أنواع تانية من الطفرات وهي الطفرة الجينية ودي مهمة جدا 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 الطفرة الجينية مهمة جدا 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 الطفرة الجينية يا جماعة عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن طفرة تحدث نتيجة تغير كيميائي في تركيب الجين تغير إيه يا جماعة؟ كيميائي في تركيب الجين إزاي؟ وليكن مثلا عندنا الجين بيتكون من يو إي جي مثلا ولكن مثلا اليو اللي هو اليوراسيل مثلا يعني والجي اللي هو الجوانين والإي يو جي إيه والإيه اللي هو مين يا جماعة؟ الأدينين ده شفرته إب pierجين تركيبه الكيميائي يو يوراسيل جي جوانين إيه أدينين ده تركيبه هو حصلت مشكلة أدت لإيه بقى يا جماعة؟ تغير التركيب الكيميائي بدل مكان u e g أصبح g a u g a u ده قدر مين يا جماعة؟ تغيير كميائي تغيير يا جماعة يعني تغيير كميائي يعني معناه يا جماعة تغيير في تركيب الجين يعني تغيير في ترتيب النيوكلفيدات اللي هي داخنا في تركيب من الجين طيب أيه المشكلة؟ المشكلة اللي ده بيقدي إلى ظهور صفة معينة الصفة المعينة دي بتقدي إلى ايه يا جماعة؟ أو تغيير في تركيب الجين بيؤدي إلى تحويل الجين من الصورة السائدة للمتنحية أو من المتنحية المين للسائدة نرجع تاني ونقول الطفرة الجينية دي طفرة بتحدث نتيجة تغيير كيميائي في تركيب مين الجين يعني يا جماعة تغيير القواعد الناتورجينية اللي يدخل في تركيب مين الجين إحنا لدينا من شوية يو اي جي بقى جي اي يو نتغير التهوط طيب ده بيؤدي لتكوين إيه نوع جديد مختلف من الإنزيمات الإنزيمات دي بتأدي إلى ظهور صفة إيه يا جماعة جديدة يعني إيه الجين الأولاني اللي هو مثلا ولياكن مثلا إيه و جي كان إيه ده كان مثلا لكم سائد لما تغير ترتيب القواعد الناتورجينية تكون جين جديد الجين ده كان إيه يا جماعة أدى إلى ظهور صفة متنحية صفة إيه يا جماعة وممكن للعكس برضه من المتنحي السائد أو من سائد لإيه المتنحي يبلاميج يقولك في الامتحان طفرة تنشأ نتيجة تغيير كيميائي في تركيب الجين أو طفرة تنشأ نتيجة تغيير في ترتيب القواعد الناتورجينية اللي يدخل في تركيب الجين يباهمين يا جماعة الطفرة الجينية طيب للطفرة الجينية ناخد بقى الطفرة التانية اللي هي اسمها الطفرة الصبغية طفرة صبغية يا جماعة في منها نوعين في طفرات صبغية نتيجة عن تغيير في عدد الصبغيات يعني بالزيادة أو النقص تم كده؟ أو ممكن تغيير في تركيب الصبغ ذات نفسه نقول تاني الطفرة الصبغية منها نعين في طفرة صبغية عددية يعني زيادة أو نقص في طفرة صبغية تركيبية يعني يجينا هوت نقص منه حتة أو ذات منه حتة زي ما احنا هنشوف دلوقتي نبدأ بأول حاجة اللي هي الطفرة الصبغية العددية العددية اللي هي زيادة في العدد مش لها دعوة بتركيب دلوقتي زيادة فين يا جماعة في العدد ازاي؟ كان في زمان في الوراصة في الوراصة الجزء اللي اتحذف ده من المنهج السنادي كان فيه عندنا حالات وراسية مرضية زي حالة كلين فيلتر كلين فيلتر وحالة تيرنر كلين فيلتر كان فيها زيادة صبغي تم كده؟ حالة تيرنر كان فيها نقص صبغي زيادة صبغي أو نقص يا جماعة صبغي تم كده يا جماعة؟ طيب زي إيه؟ يعني حالة كلانفيلتر كان فيها زيادة صبغي ولا يأكل مثلا اثنين فيه كان فيها صبغي X زيادة لأن أصلا الزاكر العادي كان X Y الزاكر العادي X Y تم كده؟ طيب حالة كلانفيلتر دي كان تركبها X X Y يبقى عنده X زيادة طيب حالة تيرنار أنسة المفروض الأنسة X X تم كده؟ طيب حالة تيرنار بقى كانت X zero يبقى فيها عندها إيه؟ في صبغي X نقص طيب فبعد ذلك وجدوا ايه ايه السبب اصلا في الزيادة او النقص ده هو الطبيعي اللي ذكر XY والقنسة XX طيب ايه السبب اللي ادى الى زيادة صبغي او نقص صبغي وجدوا ان النتيجة ايه يا جماعة اثناء الانقسام الميوزي وتكوين الصبغيات المفروض تكوين الخلاج دي ده يعني اللي بيحصل يا جماعة المفروض بيبقى الصبغي كده او الكروموسوم في الوقت بيبين مزدوج ادي كروماتيد وانا كروماتيد اهو صح اثناء الانقسام بينفصل او بينشك السنترومير ثم تنفصل الكروماتيدات عن بعضها ده في الاساس كانوا واحد اهو انفصلوا عن بعض ده يروح لخلية جديدة وده يروح للخلية التانية المشكلة في ايه بقى ساعات اللي هو السنترومير اللي بينهم اللي هو مسكوا مع بعض مش بينفصل فالاتنين دول بيروح مع بعض بخلية تم كده فده بيقدي زيادة عدد الصبغيات تم كده يا جماعة طيب الحاجة التانية الطبيعي دول انفصلوا عن بعض خلاص اهو تم كده طيب فالخلية اللي هما كانوا فيها بتنقسم نصين وكل نص بيكون خلية لوحده ده الطبيعي تم كده طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا المفروض الاول قبل القليتين دول ما ينفصلوا عن بعض بيتكون غشاء فاصل بين الخليتين ثم تنفصل الخليتين في بقى اوقات الغشاء الفاصل بين الخليتين دول ما بيتكونش فبترجع الخلية بعد ما كانت تبقى اتنين لا ترجع تنضغط مرة تانية وتبقى خلية واحدة فبيكون فيها عدد مضاعف منين من الصبغيات عدد مضاعف من الصبغيات طيب فايه اللي بيحصل بعد كده المفروض مسلا او لم ييجي مسلا يقولك ايه التضاعف الصبغي العادة دي هل مفيد في الانسان ولا دار وهل مفيد في النبات ولا دار في النبات وجدوا ان تضاعف الصبغي بيكون شيء مهم لان النبات ما عندوش اي مشكلة في التوازن ما بين الصبغات الجنسية والجسدية هو ما عندوش مشكلة في الكلام ده خالص ده بالعكس لكل ما يزيد الصبغيات في النبات كل ما كان النبات اكثر طولا يعني طويل قوي طيب في نفس الوقت يا جماعة الصمار اكبر حجما وطعمها احلى وبرده زي ما احنا قلنا من شوية خلايا منين من البزور من البزور وفي نفس الوقت بيطلع القطن بيطلع كمية كبيرة تمام كده يا جماعة ده فين في النبات بس وجدوا بقى في الانسان بيكون ضار جدا بيكون ايه يا جماعة بيكون ضار جدا ليه بيكون ضار يا جماعة في النبات لانه في الانسان وجدوا ان الانسان عندنا يا جماعة عشان يبقى طبيعي لازم يكون فيه توازن ما بين السبغيات الجنسية والجسدية ازاي الزاكر تركيبه الجيني XY زائد 44 الـ XY دول السبغيات الجنسية الـ 44 دول السبغيات الجسدية ده الإنسان الطبيعي بعنده اتنين جنسي ده الزاكر يعني طبيعي XY اتنين جنسه و44 جسدي ده التوازن الطبيعي فتاحه طيب لو حصل اي زيادة هنا في الجنسي او اي زيادة هنا في الجسدي بتنشح حالات ايه مرضية بمعنى احنا قلنا من شوية حالة كلان فلتر اللي هي زيادة صبغي فكان تركيبها الجنسي XXY اما الجسد دي عادي 44 فاصبح الجنسي في صبغي X زيادة الزيادة ده ادى الى تكوين حالة جديدة ضرة جدا من الانسان اللي هي حالة كلان فلتر وده بيكون مخنص زكر مخنص يعني عنده كل حاجة خاصة بالانسة وكل حاجة خاصة بالزكر يعني جسمه في الاتنين انسة وزكر في بعض بيكون مخنص عنده الاعضاء الجنسية الزكريا والاعضاء الجنسية الانسوية وعنده الازداء الانسوية ده كله موجود فينا جماعة في لوحات كلان فلتر ده ده كله ليه يا جماعة عنده صبغي جنسي X زيادة تم كده ليه بقى يا جماعة عصلا بيحصل حالة دي زي ما قلنا لان التضاعف الصبغ العادة دي في الانسان والحيوان بيكون ضار وذلك لان الانسان والحيوان بيكون عنده توازن دقيق ما بين الصبغات الجنسية والجسدين في اي زيادة او نقص بيانتم عنه حالات ايه مرضية حاجة كمان وجدوا ان التضاعف الصبغي السلاسي في الاجنة بيؤدي الى موت الجنين لان الجنين احنا كوشر اتنين نون الجنين برضو اتنين نون التضاعف السلاسي يعني بيكون الجنين تلاتة نون بدل كام اتنين نون وده بيؤدي الى موت الجنين الجنين بيموت لما بيموت بيحصل اجهاض على طول الام بيحصل اجهاض للام يقول لك علل التضاعف الصبغي العددي ضر للانسان تقوله وذلك لان التضاعف الصبغي السلاسي في الانسان بيؤدي الى موت الاجنة موت الجنين وبالتالي يحدث ايه اجهاض لان العلماء اكتشفوا ان في بعض الاعضاء في جسم الانسان زي البانكرياس والكبد بيكون عندها تضاعف صبغي سلاسي ده دول بس اللي هو الكبد والبانكرياس بس طيب دي الطفرات الصبغية العددية طيب الطفرات الصبغية اللي هي بيكون تركيبية دي مشكلة دي يا جماعة حبارة عن ايه الطبيعي مثلا ان الصباعين دول مثلا هم ده طوله كده ده الطبيعي بتاعه وده كده برضو ايه يا جماعة الطبيعي بتاعه طيب وجدوا ايه بقى التغارف التركيب يا جماعة ايه اللي بيحصل يا اما ده اعتبروك رومسوم مثلا ده الطبيعي بتاعه كده مرة واحدة بقى كده ده يا جماعة بيسموها ايه طفرة تركيبية صبغية تركيبية ده ده الطبيعي بتاعه كده فجأة بقى كده جزء صغير يعني نكس ايه في الطول بتاعه ده برضو بيسموها طفرة ايه يا جماعة طفرة تركيبية يبقى أسبابها أسباب الطفرة التركيبية الصبغية أن ممكن يتبادل الصبغيات غير متمثلة في العبور يا أخوانا طبعا ده ورده كان في الجزء الخاص بالوراسة في الوراسة يا جماعة كان في حاجة أسمع التصلب والعبور إزاي بيتم التصلب والعبور يا جماعة وليكن قادي المفروض الكرموسوم زي ما احنا قلنا أسنان الانقصام بيبقى مزدوج يعني دهوت وببعاها برضو واحد تاني زاوي بالضبط المهم الاتنين دول ده كرموسوم وده كرموسوم دول الداخلي بتاعه الداخلي بتاع الكرموسومات المفروض في العبور حتى يتم التنوع الوراسي أسنان الانقصام الكرماتيدات الداخلية اللي هو دول ودول بيحصل بينهم تصلب بيلزقوا مع بعض كده عملوا زائد وبعد كده الجزء دهوت في الكرموسوم الأولان الداخلي بيروح لمين للتاني والتاني بيجيب الحاتة دي وده الأولاني تم كده جماعة بيحصل بينهم تبادل ساعات بقى بيحصل تبادل بين كرموسومات غير متمثلة يعني واحد فيهم تبادل أول كده والتاني قصير تم كده غير متمثلة فده بيقدي المين بيقدي إلى طفرة عددية أو صبغية تركيبية طيب رقم اتنين ممكن أصلا بيكون الصبغي في خلل أو طفرة أدت إلى نقص جزء منه يعني المفروض بيبالطبيعي كده مثلا يعني كده هو ولكن لما يجي بعد كده بقى الجزء اللي هو طفرة تركيبية ممكن يكون واحد فيهم عنده نقص يعني الجزء ده مقطوع منه فبيكون عنده نقص إيه في الطول طيب أو بيكون عنده زيادة في الطول فبيكون أطول شوية ماشي يا جماعة يبقى الطفرة التركيبية الصبغية ممكن يكون أسبابها تبادل أجزاء بين كروموسومات أو كروماتيدات غير متمثلة طيب الحاجة التانية ممكن يكون أصلا الكروموسوم ده هوت جزء منه منقص أو فيه جزء منه زيادة ده بيقدي إلى برضو مين الطفرة اللي بيسموها طفرة صبغية تركيبية خاصة بالتركيب يعني نيجي بقى الآخر حاجة في الطفرات اللي هي آخر حاجة في الفصل الأول في البيولوجيا الجزائية اللي اسمها الطفرة حسب لمكان حدوثها يعني اللي هي الطفرة المشيجية والطفرة الجسمية الطفرة المشيجية والطفرة الجسمية من اسمهم يا جماعة الطفرة المشيجية بتحدث فيه الأمشاج اللي هي حيوان منوي اللي هي بويضة بالنسبة للنسان أو الحيوان أو حبة لقاح أو بويضة بالنسبة للنبات طيب ودي بتتم فيه الكائنات اللي بتتكاثر تزاوجيا اللي هو التكاثر الجنسي زي ما هنخدنا قبل كده التكاثر الجنسي زي ما هنخدنا إيه قبل كده طيب نفس الكلام برضو بتحدث في الخلايا اللي هي جنسية زي احنا قلنا عليها من شوية حبة اللقاح بويضة بالنسبة للنبات حيوان منوي بويضة بالنسبة للحيوان ودي بتظهر على الجنين لانه بتتم تورسها اذا الطفرة المشيجية طفرة حقيقية تقول وذلك لانها ناقلت هذه الصفة من الاباء الى الابناء فهزارت على مين يا جماعة على الابناء وبذلك بتكون ايه طفرة بتقدي الى ظهور صفات جديدة في الابناء اذا فيها طفرة ايه حقيقية طفرة حقيقية لان احنا عارفين ان الصفات الوراسية بتوصل للابناء عن طريق مين الاباء طالما تم تورسها اذا هي طفرة ايه حقيقية اما الطفرة الجسمية ديت بتكون شائعة جدا في عالم النباتات اللي هي بتتكسر ايه خضريا ودي بتقدي الى انتاج نبات جديد بيحمل صفات تختلف عن مين صفات نبات الام ناس اخلي بالكوا يا جماعة دي ملا هاجدعوا بالامشاج ملا هاجدعوا بالامشاج دي بتحدث مثلا وليكن عندك نبات في عشر فروع العشر فروع دول منهم تسعة بيطلعوا وليكن لمون قد كده مثلا يعني فجي فرع فيهم كده الفرع العاشر مثلا يعجب ما طلع الامون قد كده دي معناه ايه يا جماعة ان دي طفرة ايه اه بتكون طفرة جسمية يعني جزء معين في جسم الانسان حصلت فيه طفرة اما بقى الجسم لأ ولا يتم تورسها ولا يتم اه تورسها تمام كده يا جماعة طيب دي بتعزوا في الخلايا الجسمية زي ما احنا قلنا في الخلايا الجسمية ملا هاجدعوا بيه الخلايا ايه الماشجية ودي بتظهر كايه بيسموها اه ظهور مفاجأة على العضو اللي تمت فيه تظهر فجأة كده يعني على العضو اللي ايه اللي هي تمت اه فيه وبكده اه نحمد ربنا عز وجل اللي احنا خلصنا اه التفارات وبكده يا جماعة معاش يبقى انه الا جزء تغير فقط في اه المنهج وبعد كده ان شاء الله هنبدأ مراجعة اه وانا اشكركم على متابعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه من موقع كايرودار اليوم السابع السلام عليكم شكرا